الداخلية بمناسبة إقامة فعلية افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبي مصر وزنبابوي يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 باستاذ القاهرة الدولية الانتباه لما يلي قامت الوزارة بوضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاذ وصولاً للمدرجات وذلك على النحو التالي لن يسمح بدخول الاستاذ إلا لحامل الفان اي دي وتذكرة الخاصين بالمشجع تقرر فتح أبواب الاستاذ للجماهير من الساعة الواحدة مساء يوم المباراة على أن تغلق الأبواب في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ولن يسمح بالدخول عاقب هذا الموعد يحضر استحاب الممنوعات والألات التي يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو الغير مبرر سبب حملها أو أي أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة من بينها الآتي الأسلحة النارية بكافة أنواعها حتى المرخص منها أو التي يتمتع حاملها بالآفاء من الترخيص محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية شماريخ، الآلات الحادة والمدببة، أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال، مواد سريعة لاشتعال، عبوات الغاز المضغوطة، أقلام الليزر، الصفارات، الاسبري، الباوربانك، علب الكابريت، العصى الخشبية للأعلام، الولاعات، شواحن التليفونات المحمولة، التليفون المحمول المغلق، زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية، الأسلاك الكهربائية بأنواعها، البطاريات الجافة، أجهزة الريموت كنترول، مفاتيح الكهرباء، شرائح لحام الأسلاك، يسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة في أطباق فايل، والهواتف المحمولة المفتوحة، تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد كافة مظاهر الشغب أو الاحتكاك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم إعداد عدة منافذ لسهولة دخول وخروج الجماهير من خلال نقاط فرز وتفتيش عبر تلك المنافذ أو حتى الوصول للمدرجات، أو وضع خطة مرورية لاستخدام التحويلات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الاستاذ عند الضرورة. تم وضع علامات إرشادية بمنطقة استاذ القاهرة لإرشاد وإعلام الجماهير بأماكن الدخول وسحات الانتظار أو طرق الوصول والخروج من وإلى المنطقة إلى جانب الخدمات الأمنية المتواجدة التي يمكن الاسترشاد من خلالها. سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم أو حزم في مواجهة أي إخلال بالأمن والنظام كذا تنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون حق أو كان محرزاً أو حائزاً ألعاب نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو الإتيان بأي أفعال تؤدي لإحداث شغب أو اعتداء على المنشآت. ويشار إلى أن الشركة المنظمة لدخول المباراة والشركات الأمنية التابعة لها انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على استاد القاهرة ووضعت مجموعة من المعايير العالمية تحقق كافة عناصر الأمن والأمان من بينها ما يلي. الاستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو الفان آي دي ومطابقتها مع التذكرة حتى لا يتم تسلل أي أحد غير معروف أو مشكوك في سلوكه أو لا يحمل بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن الشركة بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين وضيوف الأجانب الحاضرين من أجل تشجيع منتخباتهم الوطنية في إطار الروح الرياضية. الاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحضورات وغيرها من المواد الخطرة التي تستخدم في تعكير صفو المباريات. لأول مرة في الملاعب المصرية الاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشمريخ والألعاب النارية وصواريخ غير المسموح بها في المباريات الرياضية. ولأول مرة سيتم تأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة باستخدام طائرات الدرونز للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الاستادات لمطابقة الوجوه مع قاعدة البيانات المثبتة الخاصة ببطاقات المشجعين أو الفان اي دي. لأول مرة في مباريات البطولة يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته بدءا من دخوله منطقة الاستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة. واتهيب وزارة الداخلية الجماهير بالالتزام بالروح الرياضية وبما يعكس قيمة حضارة مصر وشعبها.